موسيقى حقيقة الحضور اليوم كان رائع على الرغم من ان الموضوع متخصص هو طبعا الموضوع ما بين المتخصص والعام طاع حسين الناس كلها تعرفه وفي ناس كتير ارياله لكن في نفس الوقت الموضوع نفسه المنهجية برضو دي اعتبر اكاديمي وصعب شوية لكن على الرغم من كده الحضور كان كويس وكان فيه تجاوب من الجمهور ولقيت ان فيه جمهور كتير الحمد لله متابع ومش كده وبس وقاري كويس لطاع حسين متابعه من زمان والاسئلة اللي تواجهت للمناصة الحقيقة تنم عن وعي ثقافي الحمد لله يعني شديد ومبشر طاع حسين احنا محتاجين نفكر في المشاريع الكبرى كتير طاع حسين والعقاد وغيره التجربة المعرفية عند طاع حسين بتحاول تستكشف ليس فقط منهجية وانما القواعد اللي كان بيتعامل بيها طاع حسين مع المعرفة بسرعة ولذلك انا بسمي التجربة المعرفية هي تجربة وجودية جانب منها وجودي وبالتالي مثلا طاع حسين كان يعاند النفس في الدراسة والبحث مشروع الوطني للقراءة مشروع بتقدمه مؤسسة البحث العلمي من دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً لإمارة دبي هي مؤسسة تربوية بتأخذ على عاطقها مشاريع القراءة منها المشروع الوطني للقراءة اللي سلوجن بتاعه زريف أوي مصر بألوان المعرفة هو رباعي الأبعاد بعد أول للطالب المثقف مرحلة التعليم قبل الجامعي من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث السنوي تشارك سلطنة عمان سنوياً في معرض القاهرة الدولي لكتاب وذلك لأهمية معرض القاهرة في الوطن العربي ولأهميته طبعاً الهدف من المشاركة هو إبراز المطبوعات العمانية والكتاب العماني بشكل عام للجمهور المصري وإبراز القوانب التاريخية والثقافية والفكرية وشد القوانب الأخرى من سلطنة عمان بداية نهن جمهورية مصر العربية على افتتاح الدورة الرابعة والخمسين لهذا العام طبعاً نشكركم على هذه الدعوة الكريمة إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب سعيدين بهذا التواجد في هذه المشاركة طبعاً نحن هيئة البحرين للثقافة والأثار حارسين دائماً على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لإعراض الناتج والفكر البحريني في شتى البجالات جاءت المعرض السنة دي كان الاهتمام إن أنا أشوف تقديم ركن الأظهر الشريف فجاءت هنا لقيت عامل ركن خاص للطفل وفيه جناح برضو للفتوى وفيه عاملين بانوراما مهتمين فيها بالقضايا المهمة اللي تخص الإسلام والدين يعني اللي تهم الناس ميزة المعرض هنا كل سنة بيكون فيه تشكيلة لكل الحاجات من كل الأطياف من كل أنواع الكتب اللي موجودة سواء من شعر رواية كتب معينة عن السياسة كل الحاجات دي بتبقى موجودة هنا المعرض الكتاب فرصة كويسة جداً لنتعرف على كل جديد أنا عادةً لها ميول كده نحية المواد العلمية شوية بما إن أنا مدرس ماس وببحث عن الكتب الجديدة في المجال بتاعي عندنا أكتر من نشاط وفعالية في المعرض الكتاب لي مش أول مرة نشارك في معارض دولية إحنا بنحاول إحنا ننشر الإصدارات بتاعتنا إليها من تخصصات مختلفة زي الشؤون الخارجية، السياسات العامة، الاقتصاد حتى كمان المشاكل اللي بيئية من تغيرات مناخية وخلافه كل الكلام بنحاول إحنا ننشره من خلال إصداراتنا فيه إصدارات بتبقى سابتة يعني مثلا بصورة شهرية أو بصورة سنوية وفيه إصدارات بتنزل لملفات وقضايا بعينها بعيداً عن الإصدارات اللي حتى بنزلها إحنا كمان بنعمل حوارات وبنعمل ندوات المركز المصر، فينا ندوات حينعملها إن شاء الله في المعرض فيه حاجات بدأت النهار ده من أول يوم وحنبضل كالحاد يوم 6 فبراير إن شاء الله بإذن الله معرض الكتاب كتب، مصر تكتب والعالم معها أيضاً يحضر ويكتب وينشر والجميع، الكل موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب الحقيقة إحنا فكرنا في التاسعة كمان مش بس نتكلم عن معرض زي ما شفته في الفقرة التفصيلية اللي كانت موجودة في المعرض ولكن معايا اتنين من الشباب هتستفيدوا منهم جداً، هتستفيدوا هما بيعملوا إيه؟ تعالوا كده نرحب بيهم ونشوف إزاي حنقدر نستفيد منهم سارة إبراهيم، مؤسسة صفحة وتطبيق بوك مارك لدعم النشر الأدبي وتحليل الكتب مساء الخير يا سارة، أهلاً بك ومعايا أيضاً عمر المعداوي بيقدم محتوى ثقافي عبر اليوتيوب هنشوف عمر كمان بيعمل إيه؟ وبيحلل هو كمان الكتب والروايات مساء الخير يا عمر، مساء النور زي حرم؟ الحقيقة أنتوا بتقدموا حاجة لطيفة جداً، أولاً فيها مجهود يعني خليني، يعني لدي سفيرتز زي ما بيقولوا نبدأ بسارة يعني إيه اللي بتعملي؟ اشرحيلي كده الصفحة بتعملي فيها إيه بالزبط؟ وإيه الخدمة اللي بتقدميها خصوصاً أول ما بيبدأ معرض الكتب؟ أنا بالنسبة لي هو هو جروب على الفيسبوك، ده الأساس بتاعه إحنا كلنا ناس بنحب القرية، فبنحاول كلنا كل ما نقرأ كتاب نروح نكتب عنه رزي ريفيو أو تحليل في الجروب فبالتالي الكراءاتنا بكلها بتتوسع، كلنا بنعرف بنقرأ إيه، بنعرف رأي بعض سواء بالسلب أو الإيجاب، وطبعاً لو بالسلب شوية بنحاول نقول النقد بطريقة شيك محترمة فبنساعد بعض أن احنا نوسع دارة معرفة بعض من خلال الكتب اللي بنقراها يعني الناس تدخل على صفحة بتاعتك فبتشوف الكتب فيها إيه فيبقى عندهم فكرة سواء هيشتريها أو هو قراها فيبدأ إيه؟ فيه تبادل بقى بالزبط، تبادل قراءة في القراءة نفسها بالزبط، طيب، في المعرض بتعملي إيه بالزبط بقى؟ في المعرض بروح أشتري كتب أهم حاجة بالنسبة لي وبعدين تبدأي بقى وبرشح بقى كتب للناس، يعني أنا مثلاً كراءاتي السنة اللي فاتت عملت لهم قبل المعرض بوست بالحاجات اللي عجبتني أنا شخصياً يعني زي إيه؟ يعني بتوجيه الاتجاهات فين؟ يعني فيه أغلبها روايات وأغلبها كتب، يعني برضو فيه شوية منهم نون فكشن شوية ففيه أنا بحب الروايات أكتر حاجة بصراحة يعني بس برضو بحاولها هتم شوية بالنون فكشن عشان يبقى عندي معلومات عامة أكتر يعني فلو مثلاً على سبيل المثال مثلاً لو كتب رشحتها لهم السنة دي كانت مثلاً كتب لأستاذ أشرف العشماوي أستاذ النور عبد المجيد، إحسان عبد الكدوس طبعاً ونجيب محفوظ وفيه كتب بقى أجنبية مترجمة، روايات وكده برشحها وكتب حضرتك كنت مرشحة أيام في بيت المحترم، ففيه كان بوست طويل جداً كنت عاملاه بكل الترشيحات للحاجات اللي عجبتني أنا شخصياً يعني عشان غير يستفيد لو حاب يقراها أو يشتريها طيب خليني أروح بقى العمر، عمر أنت كمان بتشتغل بقى اليوتيوب يعني بيبقى معاك الكتاب، بتتكلم عليه، بتتكلم عن المحتوى، بتشرح، بتقول التفاعل بينك وبالنسبة يبقى أعمل إزاي؟ أنا بدأت يمكن القناة على اليوتيوب بقى لي حوالي خمس سنين ونص دلوقتي فطول الفترة دي كون صيقة ما بيني وبين المشاهدين ويمكن حتى القراءة والكتاب وأصحاب دور النشر ففي البداية يمكن ما كنتش معروف بالنسبة للقارئ أو للكتاب بس مع الوقت أن أنا بدأت أن أتكلم عن الروايات سواء الروايات المصرية أو العربية بتختار على أي أساس يا عمر، لأنه إحنا عندنا بحر من الروايات بتمشي بروايات القديمة، ولا بتاخد حديث قديم، ولا بتروح للعالم العربي ولا بتروح لروايات أجنبية بحاول يكون مبين كل دول الحاجات اللي أنا في الأصل حابب أقراها لو ما عنديش قناة أصلاً على اليوتيوب أنا كده كده كنت هقراها فببتدي بالروايات المصرية بشوف بتابع الجوائز العربية زي جايزة البوكر طبعاً، ولسه كانت حصلة قريب جداً القائمة الطويلة، لسه كان يوم الثلاثة اللي فات فالناس حتى الشباب بيهتموا إنهم يعرفوا إيه الروايات نسبة الشباب اللي بيتفعلوا قد إيه؟ يعني العمر، في نسبة؟ ولا في ناس منصرفة؟ ولا إيه؟ يعني أنا في اليوتيوب بيبين لك مين الفئة اللي بتتفرج عليك؟ أنا أكثر فئة بتتفرج من 15 سنة لغاية 30 سنة دي فئة مهمة قوي آآ، دي أكبر فئة بتتفرج عندي ويمكن الشباب كمان أكبر من البنات يعني النسبة تقريباً لـ 65% لـ 35% آآ، الولاد أصلاً الرجال أكتر من البنات بالضبط، وبيبين لي طبعاً من الدول العربية كلها أكترهم طبعاً من مصر ومن السعودية ومن المغرب فكل ده بيبين عندي في الإحصائيات بتاعت اليوتيوب فطبعاً دي حاجة بتبين لي إن أنا فيه بيتفرج علي ناس من المغرب وناس من اليمن ناس بتكتب لي كومنتات أنا بتابعك من اليمن وأنا بصق فيك في ترشيحاتك أنا بتابعك من لبنان، أنا بتابعك من الإمارات فكل دي طبعاً حاجات بتساعدني ده أنا اللي حاخد من عمر كده سارة وسألك يعني دايماً يعني أنا مش من الناس بتتهم الشباب يعني أنا بالعكس بلاقي إن الشباب في مصر بصراحة شباب زي الفل بس فيه ناس كتير تقولك الشباب ما بيهتم الشباب ما بيقراش آآ، فيه شباب بقى اللي هي يعني ما بتعملش أي حاجة عندها اهتمامات تانية، لكن أنا بتكلم إنه فيه شباب حقيقي بنروح المكتبات بنلاقي شباب، بنروح المعرض للاقي شباب يعني يعني بس بيهتموا بإيه؟ يعني أنا مبدئياً حاسة إن نسبة الشباب بسبب منصات القرية عمتاً يعني عمر قال الشباب الرجال أكتر من البنات رغم إن اندي عال بصراحة أنا عندي يعني يعني يمكن 70% من الناس في الجروب عندي هما من السيدات والبنات آآ، عكس عمر، آآ، عكس عمر جداً، كنت سعاتها قولهم يا جماعة إيه النسبة؟ فين الرجالة ترفع راسنا واتزودوا صحابهم في الجروب وكده؟ بس لا أنا عندي يعني نسبة السيدات أكتر، بس فعلاً طب هل هنا قدر قول نسبة السيدات أكتر لاختياراتك؟ لا، خالص النوعية، لكن أنا شايف أن هي نفس النوعية القريبة وبرده من الاختلاف في المنصة اللي نقدم فيها، المنصة مختلفة، آآ، يوتيوب عن الفيسبوك وعمر يوتيوب آآ، ممكن إقبال هنا أكتر آآ، بالضبط، وعندي كمان كل، يعني أنا عندي أعمار بقى مختلفة وفرايدة كثير كديني السنة؟ يعني لا، من عندي من أول مثلا 17 و 20 سنة لحد 60 و 70 سنة يعني البنت المصرية بيشدها إيه؟ بتقرأ إيه الأيام دي؟ روايات روايات، زي إيه؟ بتروح إحسان عبدالقدوس، نجيب محفوظ؟ ولا بتروح بقى لأحمد مراد؟ ده جزء وده جزء، يمكن أحمد مراد شوية تارجت للشباب وفيه جزء بقى بتاع إحسان عبدالقدوس، يعني أنا تربيت على كتابات إحسان عبدالقدوس يعني ده كان السبب إن أنا حبيت القرية بسببه من وأنا صغيرة، بس دلوقتي الدنيا اختلفت شوية بقى فيه كتاب فعلا يعني هايلين، فلا فيه جزء كبير بتوجه لدولت دلوقتي، ويمكن إحسان عبدالقدوس برضو بحس يمكن اللي قراءه خلاص قراءة شوية من زمان، بس هو لسه عايش معنا طبعا، ولسه فيه ناس بتستكشفه، وبالعكس أنا بحب دايما لما نصح حده يبتدي يبتدي بيان إن أسلوبه سهل وسهلس، ومناسب لكل العصور كنت بقول كده من أسبوع لفت هنا في التاسعة بأنه مازال أكثر مبيعات في العالم الكتب اللي هي بتعني بالإنسان اللي هي زي The Secrets، Hero، Power of Now، قانون الجذب، الأسرار، يعني الحاجات اللي هي نقدر نقول اللي هي بتساعدك أنت كإنسان هل الكتب دي عندك محققة مع نفس ده بالنسبة للعالم دي أكتر مبيعات؟ أنا كنت بدأت في الأول بالقناة عشان نسمها الرواقي، فكنت مهتمة أكتر بالروايات لكن بعد فترة الناس بتقولي طب ما تتكلم كمان في كتب غير روائية ففعلا دي من أهم الحاجات اللي الشباب كمان بيهتموا 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 كتب تطوير الذات، خصوصا مع حركة الترجمة الكبيرة جدا اللي حفت في دور النشر المصريح لأنها مش كتب هي إنسان صديق جنبك يعني تقدر تاخد الكتاب في أي وقت وتستفيد منه بالضبط بجانب كمان إن في قنوات أخرى على اليوتيوب بيرشحوا كتب تطوير الزاد أو حتى بيلخصوها بس أنا شايف إن دايما إن إحنا نقرأ الكتاب أحسن من التلخيص إن اللي بيلخص لي ده هو بيقول لي وجهة نظره هو هو شاف الكتاب إزاي هل أنت بتنصح يعني أنت بتقدم ده وبتقول لهم وجهة نظرك علشان هم يجيبوا الكتاب بقى ويقروا بالضبط المعرض السندي لفت انتباهك في إيه يعني حتطلع لنا إيه من المعرض وحنشوفه أنا لفت كنا لسه بنتكلم الأغلفة بتاعت الكتب فيها حصل فيها تطور كبير جدا على كل المستويات الأسماء والأغلفة والأسماء والأسماء وحركة الترجمة يعني إحنا مثلا بنشوف رواية كانت لسه مثلا فايزة بجائزة عالمية السنة اللي فاتت ثلاث أربع شهور بنلاقي الترجمة العربية متوفرة ده ما كانش من خمس أو ست سنين متوفرة صحيح موجود والعكس يعني أنا مثلا ساعدت جدا أنه الأديبة رين باسيوني بقى عندها خلاص حاجات مترجمة وموجودة فدي برضو حاجات كده لطيفة الروايات بقى والكتب الأجنبية لأنه إحنا بقينا في عالم العالمة فالشباب برضو وكلنا في القرية صغيرة يعني الشباب برضو بيحبوا يقروا لناس غير مصريين وغير عرب طبعا بيحبوا يقروا لمين؟ يعني هو يعني لو هنتكلم عن الجزء للكتب الأورويات الأجنبية فإحنا مثلا هنقول إن فيه دار نشر اسمها دار العربي دي متخصصة في الترجمات عموما فبيتوجهوا لها كثير قوي من الشباب وكل بقى على حسب اللي بيحب مثلا رومانسي اجتماعي جريمة بس سوري بس الأغلبية يعني أنا بحس أكتر متوجه لأدب الجريمة في الروايات المترجمة أو الأدب العالمي عموما بالذات نهاية كمان بتتحول خلاص لأفلام على طول يعني القصة بتنزل بقى شوية زي مثلا سلسلة هاري بوتر اللي قسرت العالم وبقت جيم اف سرونز برضو جيم اف سرونز الرواية بتعيتها على خمس أجزاء كل جزء ألف صفحة ومع ذلك صحيح هي من الأكثر مبيعة يعني فيه ناس بتقرأها وهي أكيد هتبقى أفضل بكتير كمان من المسلسل طب أنا عايزة أسأل شوية أسئلة كده ناخد منك مين أديب الشباب دلوقتي المصري يعني وانتوا بقى بتحللوا القصص يعني الشباب وقفين عن مين أديبهم مفيش اسم محدد الديني اسمين ثلاثة من اللي انتوا يعني بتروحوا وتيجوا ماينفعش ماعملش الرواية دي لأنها خطفة لانتباه ماينفعش أحمد مراد ينزل الرواية ومعملهاش أحمد مراد أشرف مستشار أشرف العشماوي يعمل الرواية ومعملهاش دكتورة كمان رين باسيوني كلا للسنين اللي فاتت عاملة شغل بس كمان رين باسيوني لأنها بتلتقي بالقراء هي كمان بازلة مجهود لوحدها أكتف جدا فعلا مين عندك برضو الناس بتشوفيها في الجروب بتاعك بيعتبروا يعني بيروح بما انت عندك النسبة أكبر من النساء فأقولي لي مين اللي بيشدهم يعني برضو أنا هقول زي عمرة أستاذ أشرف العشماوي أستاذ نور عبد المجيد تمام أستاذها شامل خشن وعمر طاهر طبعا ومحمد المنسي أنزيل طبعا طبعا وبرضو أحمد مراد وأحلام مستغنمي لسه موجودة ولا لنهاي في فترة كتت موجودة جدا برمونسياتها وشعرها يعني أنا ما أريدش برضو مش قراءاتي أو لا أنا برضو يعني أنا بالنسبة لي مش بقرأ ليها بس بلاقي ناس طبعا بترشفها في الجروب طيب يعني يمكن كتير قوي بتلاقي أولا سيرة ذاتية موجودة سواء لفنانين أو لأدباء أو كتاب مهمين ومش بس في مصر والعالم كله يعني مثلا في كتاب أساسا لحاري من العيلة الملكة عمل ديسبير يعني لو بنتكلم الكتب دي بتلاقي انتباه يعني كتاب سبير بتاع هاري طبعا الأمير هاري عمل مليون في أول ثلاث ساعات احنا عندنا هنا الشباب بيروحوا فيه احنا عندنا هنا دار نشر متخصصة في السير تقريبا بقالها سنتين أو ثلاثة اسمها دار نشر ريشة قدمت يعني كتير كتب جدا عن السير اتكلمت عن حاجات منها؟ سير منها؟ اه يعني مثلا كنت رسا مرشح للشباب في الحلقة اللي فاتت فيه كتاب نازل عن المطرب الرحل محمد أنديل الكتاب حتى اسمه ثلاث سلامات ثلاث سلامات أحلى أغنية الأنديل ثلاث سلامات يا وحشني صحيح كان لازم متحط صالح يحضر معاك اه مطرب المفضل طبعا فلا الشباب فعلا بتروح للشباب بيقبلوا يعني محمد أنديل مش نجم يعني نجم كبير طبعا بس أصد انه ممكن يكون فيه من الجيل بيسمعوه بس من المكتبة مع شوش لكن بيبقوا مشدودين لسير الزتين؟ لأن اللي بيكتب شاب زيه يعني الكاتب اللي كاتب كتاب محمد أنديل اسمه هو صحف اسمه محب جميل فهو شاب هو عنده تقريبا لغة قريبة منهم؟ لغة قريبة أصحابه كلهم شباب فبيكتب على البروفايد بتاعه أن أنا بكتب عن محمد أنديل فالشباب اللي عنده يخشوا يسمعوا الأغاني بتاعته فمن هنا بيجي التقارب ودي نقطة مهمة آخر حاجة سارة عايزة أقولك كتير أو يقولك خلاص أنه الكتاب الرقمي والكتاب الصوتي وأن الناس بقيت تقرأ إما من على التاب إما من على الانترنت وما بقى رغم أن إحنا عندنا معرض عظيم أنت شايفها إزاي؟ أنا رأيي أن كده كده دي التكنولوجي جاية ولازم نواكبها وما فيش مفر منها بس أنا كسارة بحس أنه لا ما فيش يعني بعد الكتاب الورقي وبعد ملمسه وبعد رحته يعني كل اللي بيحبه القرية دايما نقولك لا رحت الكتاب وإحساسي وإنا مسكية بس لا طبعا الكتاب الورقي مازال مسيطر بس إحنا هنيجي في وقت خلاص هنبقى بنواكب كل الـ يا رب إحنا ما نكونش موجودين في الوقت يعني أنا بالنسبة لي دايما نقول كده أنا 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 من الناس بحس أنه كتاب جنبي بصورته بغلافه بشكله بيفضل حالة كده بنروح ونيجي نقرأ فيه أنت بالنسبة لك إيه يا عم أنا يمكن بمين أكتر للكتاب الصوتي خصوصا مع المشاوير بتاعتنا في الشغل والزحمة أنا ممكن أخلص كتابين في الأسبوع بدأ يبقى فيه إقبال من الشباب عليه أه جدا خصوصا اللي هو ملوشته قوي على أنه هو يمسك كتاب فهو مثلا وهو في الجيم وهو بيتماشى وهو في العربية فبدل ما خصوصا الحمد لله قاهرة كبرت ومصر كبرت وهنستخدم المونوريل بعد كده فهنحط سماعات ونسمع كتب أو في المترو مثلا رايح الجامعة بدل ما يسمع أغاني هو ممكن يسمع كتاب الشباب الصغير اللي هو اللي أنت بتسمعه 14 ده سنة و15 سنة دول بيهتموا بإيه من اللي أنت بتقوله عشان دول أصغر شوي والله أنا يعني عملت حلقات بتتكلم أنه تبدأ بإيه في نجيب محفوظ لو عايز تبدأ بإيه في نجيب محفوظ توفيق الحكيم الأسامي الكبيرة دي لقيت شباب صغير بيهتم بالله أنا بقوله ودي من أكثر الحلقات مشاهدة عندي لا لقيت شباب أقل من 20 سنة عايزين يخشوا العالم ده يشوفوا توفيق الحكيم ده اللي هم بيسمعوا عنه كتب إيه فيبدأوا بإيه بتساعدهم بأنه بعد ما بتقول بتقول مثلا لو حتكلم عن زقاء المداء الكروية في فيلم بالضبط حتتكلم مثلا عن ميرامار في فيلم فده برضو ممكن يساعدهم برا الشحلوم برضو حاجات سهلة عشان ما يتفلش أو حاجات كبيرة صارت تنصحي الشباب بإيه في معرض الكتاب يروحوا فين يعملوا إيه لا يروحوا يتوجهوا لكل دور النشر من أول صالة واحد لحد ما المعرض يخلص خالص وبنصحهم كمان بسبب ارتفاع الأسعار إن هم يعني يبقوا فاهمين كويس هم بيشتروا إيه يقروا النبذة اللي من وراء على الكتاب يتصفحوا الكتاب وهم داخل أي جناح في أي دور نشر ويبقوا فاهمين كويس إن هم مش الفكرة بالكترة الكتب اللي بنجيبها بس بالمحتوى اللي بيتقدم وانت قادر تستفيد منه فعشان خطرته بقى فعلا قريت حاجة وانت يعني أشبعتك عقليا ونفسيا وكل حاجة سارة أنا بشكرك جدا على كل المجهود اللي بتبذليه بشكرك جدا يا عمر الحقيقة يعني مجهود كبير بيبذل من شباب إلى شباب أو إلى المجتمع وحاجة لطيفة ببقى سعيدة أوي لما يكون المحتوى مبني على كتب وقرية وعقل يتغزى الفقرة التقلية هتكون فقرة هنروح للحدوتة المصرية وصاحب الحدوتة صاحب الحدوتة المخرج الكبير يوسف شهين اللي بتمر طبعا يعني ذكرى يوسف شهين وذكرى ميلاده وهو صاحب حدوتة كبيرة مع ناس كتير صاحب حدوتة في السينما إزاي بدأ وعمل إيه من الإسكندرية إلى القاهرة إلى العالم إلى السينما إلى خياله إلى حاجات كتير جدا مع يوسف شهين ضيفي هيكون الفنان سيف عبد الرحمن اللي كان مرافق ليوسف شهين في العديد من الأعمال وأيضا في العمل اليومي في المكتب وعديد من الأعمال السينماية هنتوقف مع أعمال يوسف شهين أرجوكم انضموا إلينا بعد قليل اشتركوا في القناة